نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع الشارقة مبادرة للعمال الذين انقطعت أرزاقهم في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 وتستمر المبادرة لعدة أيام وبالتعاون مع عدة جهات رسمية داعمة للمبادرة لتستهدف ما يقارب الألف عامل المزيد في التقرير التالي للعمال تحية مبادرة جديدة لذراع الخير والإنسانية في دولة الإمارات والحديث عن الهلال الأحمر الإماراتي الذي يواصل جهوده المجسدة لقيم العطاء وتشمل المبادرة عددا كبيرا من فئة العمال الذين تضرروا وفقدوا وظائفهم وقوت يومهم جراء جائحة كوفيد-19 نحن دورنا في هذه المبادرة أن نحن نوفر بعض الأشياء الضرورية المستلزمات الضرورية والأساسية للعمال طبعا تشاركنا بعض المؤسسات قامت بدعم هذه المبادرة يزاهم الله خير ما قسروا خلال هالأسبوع نحن بنحاول نوفر بعض الاحتياجات الضرورية لخمسمية عامل خلال هذا الأسبوع لكن إذا الدعم كان مستمر ممكن نحن نوصل إلى ألف عامل ومع تفشي الوباء وانعكاسه على مختلف القطاعات الحياتية خاصة قطاع الأعمال حارصت دولة الإمارات على مد يد العون بحزم دعم اقتصادية وإنسانية تحفظ مصادر الرزق وتدعم الاقتصاد الوطني قمنا بجمع مبلغ من المال وتحضير ما يزيد عن 300-350 بوكس نقدمها للأخوة العمال المتواجدين في شعة الشمس الحارقة فاليوم نبرد صدرهم في بعض المواد الغذائية وكل ما يستلزم في هذه الأزمة التي يمر فيها العالم وتهدف المبادرة إلى توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمتضررين مثل المواد الغذائية والملابس بل امتدت لتوفير بطاقات شحن رصيد الهاتف لكي يبقى العمال على تواصل مع أقربائهم في صورة تعزز التكافل الاجتماعية بين أفراد المجتمع تخفيف تداعيات فيروس كوفيد 19 هدف عميل الهلال الأحمر الإماراتي على تحقيقه ولم يقتصر ذلك على المصابين فقط وإنما تعداه إلى كل متضرر من آثاره ولعل هذه المبادرة خير شاهد على ذلك لأخبار الدار سعود الكتبي من مقر الهلال الأحمر الإماراتي الشارقة